السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتكم. اليوم ان شاء الله ضمن تحضيرات رمضان. نقدم لكم كيفية تحضير عسل احترافي عسل ناجح من اول تجربة يعني اي وحدة بغا تجرب العسل وينجح لها من اول تجربة ومن اول مرة تبعنا فيديو الى الاخير طريقة جيد سهلة وبسيطة. نعطيكم جميع يعني الاسرار والافقار باش ينجح معكم من اول تجربة كي يجي عسل رائع جدا تقيل وصالح جميع المؤسلات فتبعنا فيديو الى الاخير وتتمنى ما تنسوا ليشمالي لايك ديالكم والتعليق ديالكم واللي ما زال ما تشتركوا في القناة قد تتمنى انكم تشتركوا وتفعيلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد فرجموا بتاعه. الضوء غامشي معكم خطوة بخطوة اول مكوينين اساسيين هما السقر والماء ممكن ديرو سقر سنيطة اولا القالب اختياري انا هنيا غن نخدم بالقالب كي يجميع وكي يجي احسن. هنيا غن ندير قالب ديال السقر مقابل ديالو لتر من الماء لتر من الماء فقناخد هاد لتر من الماء وقنصبو عليه وقنخليه ليلة كاملة اولا من صباح تلاشية متى لك انتو غطيبوه في الصباح ديرو هاد العملية بليه وبيته باشوه في الصباح تلقاهوه يعني دائب تماما يلاك انتو غطيبو سنيطة فبطبيعة الحال كتخدمو نيشا كتديرو نيشا لعسل ديالكم كايد طيب نسبة القالب لا كتديرو كتخليو حتى كيدو بتماما ها قفل غطيبوه كتشيكم العملية سهلة قناخدو الحامض قنحتاجو الحامض وهو القرفة صافي هاد الجوج هم الاساسيين كافيين الحامض هو الاساسي فاما قد قطعوه دي تخونش دوائر او لبحال هاقا وقد ديروه وضروري انكم تحركو داك السكر لانهم اللي كيدو كيلسق يعني في القاح ديال القوكل فحركوه مزيان اللي ما حركتوش هاد يتحرك ليكم اللي غادي تضعو فوق النار فاول عملية ديروها هي تحركو مزيان داك السكر حتى يعني كيدو في داك الماء صافي العملية جيد سهلة وبسيطة دبا غادي تدو على القوكل ديالكم يعني غا تقفلوها مزيان وديرو فيها الصفارة ثم غا تديروها على النار اللي تكون متوسطة ماشي مهيلة بزاف كيش شمعو وما تكونش مجهدة في نفس الوقت نهار تكون مهيلة عفوان تكون متوسطة ثم غا تخليوها حتى تبدو تصفر عاد غا تحسبو ليها اربعين دقيقة غا تحسبو ليها اربعين دقيقة بالضبط عاد تتحلو عليها صافي انا كقدرت فط ربعين دقيقة حليت عليها شفتو كيفاش قلق الحامض هدا هو اللوم اللي يخصكم تلقاو عليه كتلقاوها مارون فونسي يعني ماشي الى لقيتو الحامض باقي صفر فاعرفوا بان العسل ديالكم باقي خاصو الطياب خاصكم تلقاو هاكا قهوي فونسي باش تأكدو ان العسل ديالكم صفي طاب انا هنا يا طاب العسل ديالي هنضيف لي شوية ديال المسكة الحرة اللي كتكون مدقوقة يعني مع شوية ديال السقار ثم غا نخليه مازال يغلي 11 ديال دقايق غير يعني لو تتغلى بها هاد المسكة الحرة هاد غا ديانطفي عليه ونخليه باش تأكدو ان العسل ديالكم ما جاريش بتو تعرفوا في ديال الساعة غا تاخدو شوية من هاد العسل وديرو في شي تبصر وديرو في مكان بارد او لفتلاجة وغا تبنيكم بلا تجمع بسرعة فدليل على ان العسل ديالكم يعني ناجح متماسق إلا بنيكم يعني وخا ببرد باقي ما فغا تبقات غا تشعلوا عليه مازال افيا حتي تجمع شي شوية فبنسبة العسل ديال كان جاري قد رجعوا فوق النار تخليوها يطيب حتي تجمع إذا لقيتو يعني فت مدة ديال الطيب يعني قصح ولا بحال كارامل فقط تزيدوا عليه شوية ديال الماء وتعاودوا تحطوه باش يطيب لكم ولكن إلا تبعتوا هاد طريقة اللي اعطيتكم يعني هاد الوقت الزمني اللي اعطيتكم هاد الكمية ديال الماء فغا تنجح معكم بلا ما غا تحتاجوا مازال لا تزيدوا للماء ولا تشعلوا مازال على العسل ديالكم يعني ديروا مقدار ديال القالب مع هلتر من الماء وكما كتليكم ديروا فوقنا اللي تكون متوسطة ممهلة بزاف وممجادة وصافي إن فوات بتلكو كوت قد صفر حسبوا ليها ربعين دقيقة ثالي ربعين دقيقة طفوا على العسل ديالكم وخليوه غا تلقى هو هادك خاصة يكون تقيل كما كتشوفوا معايا شفته من اللي برد تماما ارجح عسل تقيل ومناسب جدا وصالح لجميع المعسلات كيجي زوين بزاف يعني وعسل ناجح مئة في المئة هذه هي الطريقة اللي ديما كنتبعها وتيجينا غزان ورائع في المؤسلات ديالي في شبكيه وجميع المؤسلات كيجي هو هادك كنتمنى أنكم تتبعوا هالطريقة لإعتيتكم بالتفاصيل وتنتبهوا يعني الجميع الملاحظات لإعتيتكم ولعجباتكم الوصفة ما تنسونيش من تعالي قديركم وليلاعي قديركم وفعل الجرس وشتركوا في القناة والسلام عليكم